شهرة مصر خلال الساعات القليلة الماضية الاجتماع الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط منتدى جديد منتدى ربما جديد على الآذان ولم يعرف الكثيرون ما هو هذا المنتدى وما أهمياته ولماذا أصبحت مصر أو القاهرة دولة المقر التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقبل وزراء الدول الأعضاء في هذا المنتدى وهذا المنتدى بيعكس شيئهم الشيء الأول هو أن مصر أصبحت تمثل مركز إقليمي حقيقي للطاقة اثنين مصر اللاعب الأساسي في شرق المتوسط فيما يخص حقول الغاز وإنتاج الغاز ونقل الغاز ولوجستياته في هذه المنطقة الصائدة من ناحية إنتاج الغاز على مستوى العالم دول أعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط عشر دول مصر واليونان وقبرص وسوريا سوريا، لبنان، إسرائيل، فلسطين، إيطاليا وتركيا عشر دول اللي حضر فيه المنتدى اللي عقد فيه الإسكندرية مصر، اليونان، أبرس، الأردن، إسرائيل، فلسطين، إيطاليا وغاية طبعا لبنان عشان عندها مشاكل مع إسرائيل وتركيا عندها مشاكل مع أبرس وسوريا لظروفها الداخلية سبع دول كان وزراءهم المعنيين بالطاقة موجودين في القاهرة والتقاوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وثمن الرئيس هذه الجهود وثمن المشاركون جهود مصر في تدشين هذا المنتدى لكي يصبح هذا المنتدى بمثابة سوق عالمي للغاز سوق إقليمية واعدة للغاز خفض تكليف البنية التحتية نتيجة تعاون هذه الدول وعرض أسعار تنفسية إلى المشتهلك العالمي للغاز خلاصة القول أن مصر أصبحت منصة لتجارة الغاز ولوجستيات الغاز ونقله، تسهيله وإسالته من مناطق الإنتاج ونقله إلى مناطق الاستهلاك أصبحت مصر بعدما كنا مستوردين للغاز خلال السنوات الماضية حتى شهور قليلة مضت أصبحنا منصة بينظر إلينا عالمياً في سوق الغاز على أننا فاعل أساسي ولاعب أساسي في سوق الغاز المواطن المصري عليه أنه هو يعلم أنه كان فيه وعود رئاسية ووعود من الدولة بأنه إن شاء الله خلال 2018 نهاية 2018 هنتوقف عن استيراد الغاز من الخارج ونبدأ في سلسلة جديدة من محاولات تصدير الغاز بالفعل توقفت مصر عن استيراد الغاز وتوقفت مراكب تغييز الغاز القادم من الخارج وتحولت مصر الحمد لله بفضل الاكتشافات الجديدة بفضل السياسة الجديدة اللي بيدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه ورأينا ذلك في متبعته اليومية لحقل ظهر وبشهادة رئيس مجلس إدارة شركة شركة الإيطالية ويتحدث الرجل على أنه الرئيس بيتابعه يوميا في تنفيذ استخراج الغاز من حقل ظهر في شرق المتواصل